السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس القراءة للصف الخامس الابتدائي وصلنا صفحة 132 السندبادو البحري هذا الجزء الأول وإن شاء الله بعد عندنا جزء ثاني السندبادو البحري رح نقرأ مع حل الحوار كان في بغدادة تاجر مشهور اسمه السندبادو مولع بالأسفار البحرية وعند عودته من أسفاره يقص على أهله وأصدقائه ما يواجهه من متاعب الطريق وأخطاره من متاعب الطريق وأخطاره وفي أحدى الليالي التقى أصحابه وحدثهم قائلا اشتاقت نفسي للسفر والتجارة ونسيت ما لقيت من الشدائد فيما سبقه فتأهبت ثم سافرت مع جماعة من التجار في مركبة وسرنا نتنقل من جزيرة إلى أخرى ونحن نبيع ونشتري حتى نزلنا ذات يوم في جزيرة كثيرة الأشجار والثمار خالية من السكان ثم انتشرنا فيها نتفرج على رياضها وأنهارها تولغت في الجزيرة منفردا وأخذت أجمع ما طاب لي من الثمار ثم جلست قرب ساقية فأكلت وشربت وطاب لي المنام فنمت ولما استيقظت عدت إلى الشاطئ فوجدت المركب قد أقلع وغاب عن الأنظار فصرخت وصرت كالمجنون لا أقدر على السكون فتسلقت شجرة عالية وأجلت بصري لعلي أرى مركبة أو عمران فلم أرى غير الماء والسماء وفجأت لمحة عن بعد شيئا أبيض فنزلت من فوق الشجرة وقصدت ذلك البياض فإذا هو على شكل قبة كبيرة مرساء دنوت منها ودرت حولها فلم أجد لها بابا ولم أستطع الصعود عليها وقفت أتأمل القبة متعجبا وفجأة ظهرت غيمة كبيرة تأملتها فإذا هي طير الرخ طير الرخ الذي سمعت الكثير من أخباره الغريبة فأدركت إن هذه بيضتهم نزل الطائر وأحتضن بيضته وكان أضخم من الفيل ساقه كجذع النخلة وجناحه كشراع السفينة فتملكني رعب شديد كاد يفقدني الرشد ولكني سرعان ما تمالكت نفسي واسترجعت كامل رشدي فحللت عمامتي وربطت جسمي بطرف العمامة وربطت الطرف الآخر في ساق الرخ في ساق الرخ ربطا وثيقا وبقيت أنتظر إلى أن يطير بي ليخرجني من هذه الجزيرة الموحشة سكت السندبات لحظة لما رأى ضيوفه قد غلبهم النعاس ثم قال غدا إن شاء الله أكمل قصتي مع طير الرخ أمعاني المفردات مولع محب هاوي الشدائد المصاعب تاهبت تهيئت الرياض أرض فيها زرع توغلت سرت بعيدة أقلع أبحر أجلت بصري نظرت لمحت رأيت دنوت أقتربت ملساء ناعمة تأملتها تفحصتها طير الرخ طائر خيالي لا وجود له تملكني رعب سيطر علي الخوف يفقدني الرشد يجعلني بلاوعي تمالكت نفسي سيطرت على إرادتي إرادتي أسأل نحل الحوار يلا حيني الحوار صفحة 135 أولا ماذا وجد السندباد حينما استيقظ من النوم وماذا فعله طبعا وجد المركب هذا هنشوفكم هنا ماذا وجده يقول وجدت المركب قد أقلع وغاب عن الأنظار فصرخت وصرت كالمجنون لا أقدر على السكون فتسلقت شجرة عالية وأجلت بصري لعل أرى مركبا أو عمران فلم أرى غير الماء والسماء هذا الجواب النقطة الأولى زين ثانيا ما الشيء الأبيض الذي شاهده السندباد طبعا شاهد السندباد هي بيضة طير الرخ هذه سأشوفكم إياها طير بيضة طير الرخ زين ثالثا لماذا صعد السندباد على الشجرة لماذا صعد السندباد على الشجرة صعد لعله يرى مركبا أو عمران أربعة ما الذي يدل على ضخامة الطير الرخ طبعا البيضة مالتها بيضتها كبيرة خمسة ما الوسيلة التي لجأ إليها السندباد ليخرج من الجزيرة الموحشة طبعا الوسيلة هي ربط جسم بطرف العمامة وربط الطرف الآخر في ساق الرخ تدريب الأول وضح معنى أقلع في كل من الجولتين الآتيتين وجدت المركب قد أقلع وغاب عن الأنظار أقلع عن شرب الدواء طبعا يقول لك أقلع معناها أقلع معناها الهجر نقول شون نقول لا الأقلع هي أطحر المركب يعني غاب عن الأنظار أطحر المركب وغاب عن الأنظار أقلع عن شرب الدواء يعني ترك شرب الدواء الخط اكتب خط واضح في دفترك خمس مرات قال تعالى وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صرق الله العلي العظيم اللي هنا وتخلص المحاضرة مالتنا وإن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر